ده سؤال صعبة يا أستاذ جمالي علام ما تقولوا لنا وليد العبطار اشتغل من مين دكتور أشرف صبحي هنق من فازة بالمركز التالت في كرة السلة طيب اللي قالي كسب بالمركز التالي أين دعمك لا الموضوع يعني ما تسعلش مننا دكتور بنحبك وبنحترمك وكل حاجة لكن لما نشعر ان انت لا تنظر إلينا بنفس الحب وبنفس الماسئولية من حقنا ان نتساءل يا دكتور هو فين هو الاهلي لعب لوحده ليه هو الاهلي انت ما بتطلبش التحقيق في الجوابات المخفية ليه يا دكتور إذا لما كانش دي صلاحياتك تبقى صلاحات اللجنة الأولمبية نبتدي نتوجه معاه ما بناش عارفين مين اللي نتكلم معاه نقولك الاهلي كل يوم بيان الله لا والنبي ينسح بأحسن زي ما كثيرا يريدون هذا كلام مش هيحصل لان الاهلي حيناضل بما يملكه من حظوظ لكن كمان على جماهرنا بقى لازم تفهم كفاية قصوة بقى كفاية قصوة بقى أي واحد من حضراتنا مش من حضراتكم من حضراتنا لو بيذكر يا أستاذ إبراهيم عشان يمتحن سانوية عامة أو باكالوريوس والبيت فيه خناقات أو الجران فتحين الراديو كل يوم على علوه وفيه خناقات مع الجران وبعدين كل شي تفتح الباب وتقول لي ابنك ما لكش دعوة دي مش مشكلتك إزاي أنت تتحيد إنسان يعيش الأحداث لا يمكن يخش بكمل تركيزه فلما يجيب تسعين بدل ما يجيب تسع وتسعين ما زعلش منه يا جماعة لكم أن تفخروا بالنادي الأهلي ووقفوا مع فرقتكم عشان يكسب التحدي إيه اللي حيبقى من دلوقتي بقول لكم فيه ضغط كتير عليه في النادي الأهلي في المشور المحلي من دلوقتي بقول لكم استنفروا روح النادي الأهلي في لعبتكم ودولهم الثقة عملوهم بمنطع الاحترام ما حدش فيه معادي خاصة لكن اللي تكتشفوا أنه قد أهمل في حق نفسك خارج الملعب من لعبة النادي الأهلي لا وضحوا هذا والأهلي يستطيع أن يأخذ حقه لأن احنا فيه وقت التركيز الكامل مش مسموح لحد ما يركز مع النادي الأهلي دلوقتي أنت فيه عمل أيها اللاعب ادي له كل حقك عشان تاخد كل حقك ادي له كل حقه عشان تاخد كل حقك أما الجماهير احنا مع لعبتنا ومع إداراتنا التي لا تتوانى في المساندة بس لكل شيء حدود وطاقة وما قدرش حارب لوحدة يا أستاذ فريد